المؤشرات وإن دلت على شيء في الأيام الماضية فهو اتجاه لتجديد لشركتين أوراسكوم المشغلة لألفا وزين المشغلة لتاتش إلا أن الرياح لم تجري كما اشتهى البعض فكانت المفاجأة بتغليب فرضية عودة قطاع الاتصالات إلى كنف الدولة ولو بشكل مؤقت قبل الانتهاء من دفتر الشروط الجديدة الذي سيعده وزير الاتصالات طلال حواط وصولا إلى عرضه على مجلس الوزراء وأجراء مناقصة عالمية وفق القانون هكذا وفي القريب العاجل ستعود الدولة لمهامها التشغيلية لميكوان وميكتو عبر تعيين مدراء عمين سيتولون مهام تسيير عمل الشبكتين في الفترة الانتقالية التي تشير المعلومات إلى أنها قد تطول إلى ما يقارب الستة أشهر لن يتأثر خلالها الموظفون بأي شكل من الأشكال فالعقد الجماعي الموقع بين الموظفين والشركتين مستمر ولا خوف من فسخه وسيتولى الإشراف عليه وتطبيقه المدراء المعينون في الفترة المقبلة خصوصا بما يتعلق بالمعاش والمخصصات والشؤون المالية مع العلم أن معاشات الموظفين كانت حكرا على ميكوان وميكتو إذ أنه طوال الفترة التشغيلية كانت تقوم الشركتان المشغلتين بدفع المستحقات قبل أن تنفذ عملية تشارج باك الشاملة للمصاريف التشغيلية نقيب موظفي ألفا وتاتش شربل نوار وفي اتصال مع أوتي في أكد أن الحرص الوحيد يبقى على تنفيذ عقد العمل الجماعي بغض النظر عن من هو المشغل والحفاظ ضمنا على لقمة عيش الموظفين في هذه الظروف مع الإشارة إلى أن المخصصات والبالغة قيمتها 30% لم تدفع بعد وهو ما يستفز الموظفين في كل الشركتين وهنا تشير التقارير إلى أن موظفي ألفا عانوا فيما يتعلق بدفع رواتبهم مع رفض أوراسكوم دفعها بانتظار عملية الشارج باك المعتادة على عكستاتش التي قد تدخل المناقصة مجددا بكل الأحوال وبعد تمديد استمر طويرا للشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي لأسباب معدد خافية يجد قطاع الاتصالات نفسه أمام مرحلة جديدة في وقت تشدد مصادر مطلعة للأوتي في الرغم الإيجابيات يبقى الخوف أن يتحول هذا القطاع إلى جزء من القطاع العام وما يعني ذلك من عدم القدرة على تطويره والاستثمار به في ظل البيروكراطية المعتمدة وعلى وقع تراجع مداخلها إشارة إلى أن آخر عملية انتقال كانت عام 2009 حيث نظم وزير الاتصالات أنذاك جبران باسي المناقصة فازت بمجبهة أوراسكوم وحينها استمرت العملية الانتقالية ما يقارب ثلاثة أشهر لم تتخللها أي عقبات ترجمة نانسي قنقر